اشتركوا في القناة قيادي الميليشيات من الحجر الشعبي قاسم مصلح ما زالت هذه القضية تشغل حديث الكثير من العراقيين تشغل تفكيرهم واهتمامهم رغم محاولات كل أحزاب العملية السياسية وكل قواها وكل شخصياتها وكل الميليشيات رغم محاولاتهم لإلغاء هذا الموضوع للتعميع عليه لمحاولة أن يجعل الناس يتركون هذا الموضوع وينسونه ويذهب لحاله مثل حال القضاء الكثيرة وخاصة في العراق الجديد هناك أزمات كثيرة وهناك مشاكل كثيرة وهناك هموم كثيرة يعني ممكن إثارة أي أزمة قديمة وجديدة وحديثة ومستحدثة لكي يلتهي الناس فيها من جديد ويتركوا قضية قاسم مصلح لكن ما زالت هذه القضية تثير اهتمام الناس ومثل ما هو معلوم أن الحكومة الحالية حكومة مصطفى الكاظمي رمت الكرة في ملعب القضاء قالت نحن ألقينا القبض عليه والقضاء أطلق صراحة ولا أحد يلومنا نفذنا ما هو مطلوب من عندنا لكن القضاء وفقا للدستور أطلق صراحة والقضاء بدوره يعني لكي يظهر نفسه نزيها وعادلا بدأ يعني يصرح عن هذا الموضوع ذلك يصدر ربما تصريحا أو بيانا أو توضيحا بعدة نقاط قال فيها في النصة قرأ لكم ماذا قال القضاء قال قد نصدر مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية ونذهب لي القالق يعني نصدر مذكرة ليلقاء القبض عليه طبعا في هذا الحديث إدان القضاء لأن القضاء لم يكن مقتنعا بالأسباب التي قدمتها الجهات التنفيذية مثل ما يدعي ويصدر مذكرة إلقاء قبض فهو يجافي الحقيقة ويجافي العدالة ويعاكس كل مفاهيم العدالة والحقوق والحق التي يجب أن يطبقها إذن عندما يصدر مذكرة القاء قبض هو يكون مقتنع وهناك قضاء اقتنعوا بالأسباب المقدمة فأصدروا مذكرة القاء قبض هذه النقطة واحدة النقطة الثانية يقولون بخصوص القضاء أيضا نتحدث بخصوص اغتيال الناشط إيهاب الوزني واتهام قاسم مصلح باختياله لم يقدم أي دليل غده من كبير الحكومة في الوقت اللي الحكومة قالت إنها قدمت أشرطة تسجيل صوتي لتهديدات لقاسم مصلح لأهله ولتهديدات لقاسم مصلح نفسه من قبل يعني قاسم مصلح للوزني الله يرحمه فالتهديدات هذه كانت واضحة وتسجيلات صوتية تظهر أنه قاسم مصلح يهدد الوزني وقالت إنه هناك تحريضات وهناك رسائل وهناك كتابات كلها قدموها للقضاء على أنها أدلة تثبت هذا الموضوع طبعا القضاء تم القبض على قاسم مصلح وفق مذكرة أربع أرهاب والمعلومات مذكرة أربع أرهاب واعتقل بها عشرات الآلاف من العراقين لم يطلق صراحة أي واحد من عدهم لأن هذه القضية عندما يدخل أربع أرهاب والقضاء يصدر مذكرة القاء القبض وفقا لهذا الإطار أربع أرهاب فيجب أن يكون متأكدا هكذا يقولون ويجب أن يكون حاسما في هذه القضية لأن هذه قضية أرهابية وقضية لا يمكن الفكاك منها وإن حكم فيها واضح جدا جدا ولا يمكن أبدا الخروج من هذه القضية لأن القضية محكمة ومنتهي كل تفاصيلها ولديهم كل الأدلة عليه لكن القضاء في هذه القضية بعد أن أصدر هذه المذكرة أطلق صراحة وقالوا أيضا أن عائلة الوزني لم تقدم أي دليل بخصوص ذلك يعني هو المطلوب من عائلة أي واحد من الناشطين من أي واحد من المتظاهر الذي تم اغتياله أن يقدموا دليلا للقضاء هم ولا السلطة التنفيذية هذه اللي تقول إن حسن أقدم هي مسؤوليتها الشرطة ومسؤولية الأمن والاستخبارية هي التي تقدم الأدلة ما وظيفة الأجهزة التنفيذية واجهزة الأمن واجهزة الاستخبارات والجيش والشرطة وهذه كلها الأجهزة سباطعة جهاز أمني ما عرفوا شقد ما وظيفة هيدا كان المطلوب من أهل المغدور من أهل القتيل أن يقدموا الأدلة في قضية واضحة هذا يعني تضحك على الناس قالوا أيضا لم يقدم أي دليل كان لإجراء محاكمة لقاسم مصلح عنها وفرض عقوبة قد تصل إلى الإعدام ما عدم توفر الأدلة أطلقنا صراحة هكذا ببساطة القضاء يدين نفسه هذا يدل على أن القضاء واضح يكيل بمكيالين واضح يتعامل مع كل قضية وفقا لمرجعية المتهم لطبيعة علاقة المتهم مع الشخصيات وانتماء هذا المتهم وانتماء المذهبي وانتماء الطائفي وانتماء الحزبي وانتماء الحكومي وانتماءات لا تنتهي والعشائري الحكومة بدرفها قالت السلطة التنفيذية أدت ما عليها ونحن أدينا ما علينا ووفق الوصول نحن ألقنا القضاء وعليه لقنا القضاء طلق صراحة ما لنا علاقة وعندما حيل الموضوع إلى القضاء انتهت صلاحيتنا نحن انتهت لأن نحن نؤمن بفصل بين السلطات ما هذا الكذب ما هذا اللعب على الناس يعني هكذا هو الحكومة هي التي يدفعين القضاء فإذا تعرف والأدلة ثابت وعندما تكون الحكومة خصما للقضاء ويأتي القضاء ويطلق صراح من الحكومة تعتقد جازمة بأنه متهم وأنه قاتل ألا تثور ثائرة الحكومة وتقدم أدلة وتثبت على رأيها ويعني تصر على أن الموقف خطأ وتعيد النظر وتطالب القضاء بعادة النظر مرة وأخرى وعشرة في قضية هي متأكدة منها وقدمت الأسباب للناس للقضاء للحكوم عليها فالحكومة ألقينا القضاء يعني برأه هو الذي أطلق صراحة وقال دستور هذا كله يثبت أنه في العراق فوضى فوضى تنفيذية فوضى تشريرية فوضى قضائية والعراق بلا قانون وبلا دولة وبلا حكم والميليشيات يمن تحكم وكل القضايا يعني يكال لها بمكالين نفس القضية يكال لها بمكالين تبعية الشخص اسم الشخص مذهبه دينه انتماءه منطقته حزبه كل هذا له حساباته وبالتالي عندما تقول الناس أن القضاء لا يوجد قضاء في العراق لا يوجد عدالة لا يوجد لا يوجد قانون يكونوا على حق الناس عندما تقول ذلك وعندما يثور الناس ويخرجوا في تظاهرات لهم الحق في ذلك لأنهم يطالبون بالعدالة والرؤية الصائبة والحقيقة ولذلك قضية قاسم مصلح لن تنتهي لأنها مثال لغياب العدالة لغياب الرؤية الصحيحة في العراق لوجود الفوضى للإفلات من العقاب افعل ما تشاء ما دونتم مستندة إلى قوى قوية في السلطة ستنفذ وستنجو ولن يطالك العقاب هذا فحول هذا فحول القضية التي تجسدها قضية قاسم مصلحة وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر